رسل الغد محمد الحمروي أهلا محمد إذن هل بدأت هذه الجلسة محمد؟ يعني منا حتى هذه اللحظات لم تبدأ هذه الجلسة التي تناقش عدد من الموضوعات التي وصفها رئيس مجلس النواب المصري بأنها مهمة للغاية وكان هناك تأكيد على أعضاء مجلس النواب المصري بضرورة الاهتمام بالحضور واكتمال النصاف في مجلس النواب المصري للتصويت على عدد من مشروعات القوانين المطروحة أمام مجلس النواب اليوم ربما هذا ما فتح الباب أمام التكهنات الخاصة بمناقشة التصويت أو قرار خاص بإرسال القوات المصرية إلى ليبيا في إطار الاستجابة لطلب مجلس النواب الليبي وفقا للدستور المصري والمادة 52 بعد المئة التي تنص على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة له أن يرسل قوات إلى خارج البلاد أو أن يعلن الحرب بعد أن يحصل على موافقة من مجلس الدفاع الوطني وكذلك أيضا من مجلس النواب المصري بالأمس كانت هناك اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الوطني الذي ناقش ملف الأزمة الليبية وشدد على التزام مصر بدعم الحل السياسي في ليبيا وكذلك أيضا عمل مصر على دعم ما يتعلق بالإبقاء على الوضع الراهن دون تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية هناك في الأراضي الليبية لكن حتى هذه اللحظات لم يتم وضع أو إدراج هذا الموضوع الخاص بإرسال القوات المصرية أو التفويد الخاص بإرسال القوات المصرية إلى ليبيا على جدول الأعمال بشكل رسمي لكن هناك تكهنات وبعض الأعضاء من مجلس النواب المصري الذين تواصلنا معهم أكدوا بأن الأمر مطروح بشكل كبير اليوم أن يتم طرح هذا الأمر للنقاش وكذلك للتصويت وهناك على لسان المتحدث باسم مجلس النواب المصري تأكيد على دعم مجلس النواب المصري لجميع الخطوات والقرارات التي يقوم بها الرئيس لحماية الأمن القومي المصري وكذلك الأمن الليبي وما يتعلق بتلك الخطوات لكن حتى هذه اللحظة لم يتم مناقشة هذا الأمر داخل مجلس النواب لكن هنا من أشير إلى أنه قبل قليل كانت هناك اجتماع ما بين رئيس مجلس النواب المصري ولجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب هذه اللجنة التي يعرض عليها حالة وصول طلب تفويد من رئيس الجمهورية هي اللجنة التي المنوض بها مناقشة الأمر قبل أن يتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت لم يتم توضيح حتى هذه اللحظة ما إذا كانت هذه اللجنة قد ناقشت مع رئيس مجلس النواب ما يتعلق بالتفويد أو ما يتعلق بالأزمة الليبية حتى هذه اللحظة لكن بحسب أيضا المتحدث باسم مجلس النواب المصري قال إن المجلس سيؤكد اليوم خلال مناقشته حتى خارج ما يتعلق بالتفويد أو إرسال قوات مصرية إلى ليبيا لكن المجلس سيؤكد دعمه أو سيرسل برسائل سياسية تؤكد دعم مجلس النواب المصري للقيادة السياسية والجيش المصري فيما يتعلق بأي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربية ومن ثم أيضا ما يتعلق بمناقشة أو الموافقة على هذا القرار أو التفويد لإرسال القوات المصرية إلى ليبيا حال وصول هذا الطلب من جانب رئيس الجمهورية للتصديق عليه إذن بانتظار إذا كان سيحسن الجدل حول هذه المناقشة اليوم أم لا شكرا جزيلا لك من القهرم ورأس بالغد محمد الحمراء